السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا عاجلا يقول أنباء عن قصر سفينة كانت متجهة لإسرائيل في البحر الأحمر وإلى التفاصيل أعلنت حيئة التجارة البحرية الأبريطانية أنها تلقت بلاغا بوقوع هجوم صاروخي استهدف سفينة كانت متجهة لكيان الاحتلال الإسرائيلي وفي وقت سابق نشرت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري بيانا مكتظبا قالت فيه أن سفينة أصيبت على مسافة 76 ميلا بحريا شمال غرب الصليف في اليمن ونقلت وكالة رويترز عن هيئة التجارة البحرية البريطانية أن حادثة استهداف سفينة جديدة وقعت على مسافة 100 ميل بحري شمال غرب ميناء الصليف في اليمن وهذا هو الهجوم الثاني على سفينة متجهة لإسرائيل بعد ضرب البحرية اليمنية يوم أمس الاثنين سفينة شحن أمريكية في خليج عدن واستضاعت صنعاء فرض قراراتها بمنع مرور السفن الإسرائيلية والمتجهة لإسرائيل من البحرين الأحمر والعربي رغم تشكيل واشندون تحالف بحريا في البحر الأحمر بهدف إعادة فرض عبور هذه السفن من المنطقة وهو ما فشلت واشندون وهو ما فشلت واشندون في تحقيقه الأمر الذي دفعها إلى شن عدوان على اليمن وحتى مع العدوان الأمريكي لا تزال اليمن قادر على منع عبور السفن المرتبطة بعسرائيل من المنطقة إلى جانب ضرب اليمن للسفن الأمريكية لسبب ما قامت به واشندون من شن عدوان على اليمن بقصفه من الجو ومن البحر لتحييد قدراته العسكرية طبعا هذا الخبر من المتوقع أن يتم الإعلان عنه قبل بعد قليل يعني بعد نص ساعة من الآن لأنه نزل الخبر جعاجل يقول بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية ونحن وازلنا ننتظر صدور هذا البيان وسنوافيكم بأي تدورات جديدة بإذن الله أشكركم على حسن المتابعة والإصقاء ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات هذه خالص تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته